بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة الأعزاء إن شاء الله كام تكونوا بخير وإن شاء الله كام تكونوا على خير اليوم بإذن الله سوف نتطرق إلى وحدة الأولى من وحدات السنة الثالثة لمادة الهندسة الكهربائية في هذه الوحدة سوف ندرس الذاكرة والقلب أرث بالتفصيل وبطريقة تفاعلية وبإذن الله هذا الدرس سوف يصبح أبسط من بساطة بصير نعم يا بصير فاصل ثم نواصل طلبة الأعزاء قبل بداية في الدرس تنصحكم بتحميل سلسلة هذه السلسلة تجدون رابطها في صندوق الوصف أو طريقة أخرى باستعمال قارة QR ما الذي هي قارة QR أو هاتف جديد طريقة بسيطة جدا يقوم بمسح QR سوف ينتقل مباشرة إلى رابط تنزيل هذه السلسلة كذلك تلميذ الأعزاء هناك طالباء يحبون الملخصات للدروس وهذه الحصة الخاصة بها حصة رقم واحد من سلسلة الحصة القصيرة في مده الهندسة الكهربائية الدرسة القلبة وهذا هو QR خاص بها أو تجدون رابط في صندوق الوصف من يريد إنضام إلى مجموعتنا في تليجرام لديه أسئلة أو استفسارات يجرسلون على منصة تليجرام الرابط في أسفل الوصف من يريد التمتع بالهندسة الكهربائية أنصحه بتطبيق G20 فيه كل شيء ورابط هذا التطبيق في صندوق الوصف هيا تلميذ الأعزاء نبدأ وندرسوا منطقة تعاقبي من بعدها نفهم وش معناتها الذاكرة ومن بعدها وش معناتها قلب الارس قبل ما ندرسوا منطقة تعاقبي راح نروحوا المكتسبات القبلية في السنة الثانية درستم المنطقة التوافقي أستاذ وش معناتها منطقة التوافقي ببساطة جدا إذن به نفهم وش معناتها منطقة التوافقي راح نعطي لك زوج دوائر ومن بعدها تشوفوا لحالة المخرج وش يسرى لها انطلاقا من حالات المداخل من بعدها تعرف وش معناتها منطقة التوافقي لتكون لدينا هذه الدارة البسيطة هذه الدارة البسيطة تحتوي على مدخل واحد وهو قاطعة A مفتوحة في حالة راحة وتحتوي على مخرج واحد واللي هو المصباحة S تلميذي الأعزاء لكم نسألكم سؤال ونقول لكم ما هي حالة المصباح S راح ينتوبوني بكل بساطة نقول لي يا أستاذ بنا عرف حالة المصباح S لازم نشوف حالة القاطعة A فإذا كانت قاطعة A مفتوحة ومكيش عليها الضغطة فإن A تساوي الصفر فيوافقها الأس فالأس يساوي الصفر وإذا كانت القاطعة مغلقة بهذا الشكل إذن A يساوي واحد المصباح في حالة واحد إذن بكل بساطة نستطيع معرفة حالة المخرج انطلاقا من حالة المدخل A فنقول في هذه الحالة المخرج يتوافق مع حالة المدخل فقط بمجرد تعرف حالة المدخل وإنت مغمض عينيك تقدر تعرف حالة المخرج إذن هذه الدارة البسيطة الكهربائية تنتمي إلى منطقة توافقي إذن ما معنى كلمة منطقة توافقي فنقول أن حالة المخرج تتوافق فقط مع حالة المدخل تعرف حالة المدخل تقدر تعرف حالة المخرج إذن هذه الدارة تنتمي إلى منطقة توافقي لتكون لدينا الدارة الثانية كما تلاحظون هذه الدارة كهربائية تحتوي على بوابة الضرب اللي هي بوابة الان هذه البوابة تحتوي على مدخلين المدخل الأول مربوط بالقاطعة A والمدخل الثاني مربوط بالقاطعة B وكما تلاحظون قاطعة مفتوحتين في حالة راحة ومخرج البوابة أن أو بوابة الضرب مربوط من المخرج الاس لنسألكم سؤال هل تنتمي المنطقة التوافقية أم لا بقى تجاوبني يا أستاذ نقول لنروح نشوف حالة المداخل إذا عرفت حالة المداخل وقدرت نعرف حالة المخرج إذا هذه الدارة تنتمي إلى منطقة التوافق إذا ما قدرتش نعرف حالة المخرج انطلاقا من حالة المداخل إذا هذه الدارة لا تنتمي إلى منطقة التوافق هيا نبدو نتربج معه الحالة الأولى وشي هي لما A يسوي صفر وB يسوي صفر بدون تأثير معناتها ما أثرتش على القاطعة التأثير معناتها واحد منطقي بدون تأثير معناتها صفر منطقي tus samples A〇0 ما أثرش عليها، بقاطعة مفتوحة وبقاطية مفتوحة إذن wynos reinforce u 0 ب состоci За B〇〇0 زим 5 աman to fm أثرрав فجأة الحالة الأولى،較ما قاطعة الثانية مفتوحتك الحالة الثانية may be a 0 CR1 0 1 Swift الحالة الثالثة rieb Ef 1 傳より f 1 os 1 يم 6 و بالتالي S يسوي 1 و المصباح متوهج و الحالة الأخيرة A يسوي 0 و B يسوي 1 صفر في واحد ماذا يسوي الصفر و المصباح منطفي كما تلاحظون جماعة انطلاقا من حالة المداخل عرفت حالة المصباح إذن كيف نقول هذه البوابة أنت تنتمي إلى منطقة توافقي إذن كيف نقول على منطقة توافقي لمعرفة حالة المخرج يكفينا فقط معرفة حالة المداخل إذن نعرف حالة S و نرى إذا قلت A و قلت B نقدر نعرف S إذن في المنطقة التوافقي المخرج يتوافق فقط مع المداخل تعرف المداخل راح تعرف بكل بساطة المخرج إذن هذه المسائل تنتمي إلى منطقة توافقي تلابيذ الأعزاء بعد ما عرفنا المنطقة التوافقي راح ندرس منطق جديد هذا المنطق الجديد يسمى منطق تعاقبي و راح نعرف على سماه منطقة تعاقبي تلابيذ العزيز هذا هو أنت أي شخص راح يكون عنده عنده دماغ و وظيفته معالجة المعلومة تلميذ العزيز راح نسألك السؤال وجاوبني بكل صراحة وش هو هذا السؤال؟ تخيل اليوم هو يوم الثلاثة راح نسألك السؤال وش راح نقولك وش هي وجبة الغداء تاعك يوم السبت كيف راح تجاوبني؟ أكيد راح تأخر شوية في الإجابة ومن بعض راح تعطيلي إجابة مباشرة هيا خمم و جاوبني وش هو الغداء يوم السبت اكتبها لي في التعليق هيا جماعة راح نجاوبكم كفاهة تخمه بعد مسألتك سؤال وش هي وجبة الغداء يوم السبت كيف راح تخممت بما نعتبر أنه يوم هو الثلاثة راح تبدأ تمشي بطريقة العكسية بما أنه يوم الثلاثة البارح وش تغديت؟ البارح الاثنين مثلا تغديت طبقة شخشوخة بقبل اثنين وش يجي يوم الأحد يوم الأحد مثلا تغديت طبقة الأرص ويوم السبت وش تغديت؟ تغديت السندويتش إذن في هذه الحالة كيف جاوبتني؟ رجعت الحالة السابقة يوم السبت ندخل السؤال لك هو المدخل والإجابة بتاعك مبالسانك هي المخرج واستخدمت الحالة السابقة التي هي الذاكرة بعطيت للإجابة ماذا نقول في هذه الحالة؟ المخطط الوظيفي للإنسان وش فيه؟ فيه الدماغ الدماغ السؤالي ترحتو عليك هو يسمى المدخل هذا هو السؤال يدخل السؤال عن طريق الأذن وانت وش راح تمدلي؟ راح تمدلي الجواب عن طريق المخرج وهو الفم بتاعك وатеت منقصي إجابة لا ما عليم إجابة لنستعين بحالة سابقة سترجع للذاكرة وترجع الأيام السابقة إذا استعملت الحالة السابقة ما مالذائها الذاكرة وليت مدخل الثاني ذاكرة إذا أعطيت للجواب قالت الدرست السؤال وآجت للحالة الذاكرة لمنقد الاستميل إجابة مخير الت وستعين للجواب مباشرة إنت toimال من السؤال في هذا الحالة يقول نقولوا طريقة تخمين الإنسان تعتمد على منطقة تعاقبي وش معنطها منطقة تعاقبي؟ بها تعرف حالة المخرج وش لازم تعرف؟ لازم تعرف حالة المدخل ومدخل ما يكفيك فقط ولازم تعرف الحالة سابقة للنظام والله حالة ذاكرة للنظام بها تعرف حالة المخرج في هذه الحالة وش نقولوا طريقة تخمين الإنسان تعتمد على منطقة تعاقبي بها زيدوا تفهموا مرة أخرى راح نزيد نعطيكم مثال بسيطة جداً راح نبدأكم دارة كهربائية كما تلاحظون هذه الدارة الكهربائية هناك مدخلين اللي هم مقاطعاتين A و B وفي هذه البوابة الأولى هي بوابة الضرب والبوابة الثانية هي بوابة نفي الجمعة البوابة نفي الجمعة جمعها ركزوا معي مليح هنا المدخل الأول تاحة باش مربوط مربوط بال B والمدخل الثاني مربوط بالمخرج مع أنت هذا المخرج يعودوا إلى مدخل بوابة نور مع أنت كانت حلقة الرجوع ولا دارة الارتدات تلميذ الأعزاء رح نسئلكم سؤال وشي هو ما هي حالة المخرج لما A تساوي واحد أثرت عليها تولي قاطعة مغلقة و B يساوي السفر ما أثرتش عليها تبقى قاطعة مفتوها يعني وش مطلوب منكم خرجوا لي قيمة مخرج كي هيا تلميذ الأعزاء جيبوا قلم وورقة وقولوا لي وش حالة مخرج كي لما A يساوي واحد و B يساوي سفر هيا حاولوا وشوفوا معي بعد ما حاولتوا هيا جمعها ركزوا معي مليح رح نغلق القاطعة A يساوي واحد مع أنت قاطعة مغلقة B يساوي سفر مع أنت قاطعة مفتوحة وش هو الهدف التاعي رح نخرج قيمة المخرج كي اذن بما أنه القاطعة A يساوي واحد اذن متخل البوابة الولى هذه أن تساوي 1 وبما أن القاطعة مفتوحة مع أنتها تساوي السفر مع أنتها مدخل بوابة نور من شك أن تلاحظوا هذه البوابة ما نقدش نعرف قيمة المخرج وش لازم نعرف حالة الكي إذا نجمع كي تخممتها الكي عندها احتمال حالة سابقة تساوي السفر وحالة سابقة تساوي 1 نعتبر الحالة السابقة كي كان مصباح منطفئ بما أنه مصباح منطفئ كي يساوي السفر مع أنت هذا المدخل وش يساوي هذه حلقة الرجوع تساوي السفر هيا أجمع سفر أو السفر ماذا يساوي؟ يساوي السفر وكانها بوابة نافي يعني أجمع وانفي سفر أو السفر يساوي السفر نافي تاعه 1 إذا النتجة تساوي 1 من بعد هذه البوابة مدخلين تاعها الأول 1 ندروا عملية الجداء 1 في 1 ماذا يساوي 1 إذا ما هي حالة المصباح هنا مصباح متوهج مصباح متوهج إذا كانت قاطعة A يساوي 1 وقاطعة B تساوي السفر والحالة السابقة للمخرج كانت منقبل تساوي السفر هذه الحالة الأولى هاي نشوفوا الحالة الثانية منقبل درنا حالة تساوي السفر الحالة الثانية كما تلاحظوا كي وش يساوي؟ يساوي 1 هاي أجمع شوفوا ما يمليه الواحد هذا يروح البوابة هنا 1 أو صفر وش يساوي؟ 1 نفي انتاعه يساوي السفر صفر في 1 ماذا يساوي؟ صفر وكيتمد المصباح صفر وش يسبح مصباح؟ منطفئ إذا في هذه الحالة لكم سؤال قدرتوا تعرفوا حالة المصباح كي انتلاقا من the A و B فقط؟ هنقول لكم فقط لا قدرتوا شى تعرفوا بدأتوا تطرحوا الحالة السابقة إذن في هذه الحالة وش همقولوا؟ هذه الدارة الكهربائية تنتمي إلى منطق جديد هذا المنطق يسمى منطقة تعاقب يعب تعرف حالة المخرج وش لازم تعرف؟ لازم تعرف حالة المداخل ووش معتها وو الحالة السابقة للمخرج مع أن تلك مش يكمل منطق التوافق منطق التوافق تعرف A B تعرف S منطقة التعاقبي يجب أن تعرف AL و B و تعرف الحالة السابقة للمخرج في هذه الحالة. هذه الضارات تنتمي إلى منطقة التعاقبي و ن найти منطقة التعاقبي، ننجد في مابYY و منطقة المنتيقية و حلقة رجوع حلقة رجوع من المخرج لأحد المداخل إذن هذه الضارة تنتمي إلى منطقة التعاقبي إذن وش نقول في هذه الحالة؟ في المنطقة التعاقبي لمعرفة الحالة المخرج يجب معرفة الحالة المداخل والحالة السابقة للمخرج لو كان نعرف المداخل فقط ما نقدرش نعرف المخرج لازم نزيد الحالة السابقة للذاكرة هذا بنسبة لمنطقة التعاقبي إذن وش نقول دارة تعاقبية هي دارة تعمل بحالة المداخل والحالة السابقة إذن من وجه وش نقرأ دوائر تعاقبية اللي نختمها باستخدام القلابات إذاً وش هي الدارة التعقبية؟ هي الدارة تعمل بحالات المداخل والحالة السابقة للذاكرة هاي تلاميذي الأعزاء رحوا نرسموا المخطط الوظيفي لمنطقة التوافقي والمخطط الوظيفي لمنطقة التعقب إذاً المنطقة التوافقي وش هو؟ هو عبارة عن مخطط الوظيفي فيه المداخل إحنا نت arkadaş عندي مدخل واحد إذن A وش يسميه مدخل وفيه مخرج اللي يسميه K إذن باتعرف حالة مخرج K يكفيك فقط معرفة حالة مدخل في حالة وجود مدخل واحد إذا كانت ثثم داخل نحن نديره ثثم داخل نرسموه هنا ومخرج واحد إذن هذا واش نسمي مخطط الواضي في المنطقة توافق إذا المنطقة التوافقي واشي هو المخرج يتوافق مع حالة المدخل فقط وهنا في البنية الداخلية واش نحن نلقاو نلقاو البوابات المنطقية وما فيهمش حلقات رجوع كما نقاوش حلقات رجوع ونلقى بوابة منطقية إذاً هذه الدارة سميها بوابة منطقية تحتوي على بوابة منطقية فقط أما بالنسبة لمنطقة التعاقبي نعترض أننا لدينا دالة فيها مدخل واحد إذاً ما نقول فيها؟ ما تسمى؟ تسمى مدخل وكي ما يسمى؟ يسمى مخرج لو كالناس مبهذا الشكل هذه الدارة سموها منطقة التوفق ما يجب أن نزيد لها بأن نقلبها منطقة تعاقبي المخرج كي هذا جماعة نعود ونرجعه ونقلبه كمدخل وش نكتب هذه؟ الحالة السابقة ولا نسميها الذاكرة إذاً وش نقول في هذه الحالة؟ المنطقة التعاقبي هو منطقة التوفق هذه وش نزيد لها؟ نزيد لها حلقة الترجوع وهذه الحلقة الترجوع نسميها الحالة السابقة ولا نسميها الذاكرة إذاً وش نقول المنطقة التعاقبي هو منطقة توفقية وإضافة إلى عنصر الجديد اللي هو ذاكرة وكذلك هذه الدارة ماذا تسمى؟ تسمى دارة تعاقبية وش معنى دارة تعاقبية؟ هي الدارة تعمل بحالة المداخل و ركزولي على كلمة و والحالة السابقة للمخرج. لو كان نحن نشوفوا البنية الداخلية التحاد وش نحن نلقاوه نلقاوه فيها القلابات. والقلابات وش هما جمع اللي حندرسهم اليوم. القلابات وش هما هما عبارة عن بابابات منطقية وفيهم حلقات رجوع فيهم حالة السابقة. من وجه المنطق التعاقبي باش نعدو نخدموه نخدموه بالقلابات. مرة جاي حندرسوا العدادات سجيلة. كي يقول لك صمم لي سجيل راح نصموه بالقلابات what's up tab?Facebook. المنطقية. بعد ما عرفنا جماعة المنطق التعاقبي وش قلنا منطق التعاقبي وش يحتاجي. لازم تعرف حالة المداخل والحالة السابقة للمخرج. والحالة السابقة للمخرج سمنهผד الذاكرا. راح نسئلوني سؤال. استاذ كيفاه نخدمو الذاكرا. با نخدم قلاب لازمين نخدم الذاكرا. با نخدم منطق التعاقبي لازم تعلم نخدم ذاكرا. انت آآ تلاميذي العزيز ستسأني سؤال قولي. يا استاذ كيفاه نخدم الذاكرة. به نوصل منطقة تعاقبي. اذا اذا تقنينا يا جماعة وش دالوا? بوصلوا منطقة تعاقبي. اول ذاكرة خدموها. خدموا للذاكرة الكهربائية. وهذه الذاكرة الكهربائية درستوها في سنة الثاثة. كما كنت لاحظوا به نخدمو الذاكرة الكهربائية نخدموها عن طريق وشائع والتمسات الداخلية. لو كان نسألكم سؤال يا جماعة وش وظيفت هذا التركيب? هذا التركيب درستوه في السنة الثانية. وش يحتوي? يحتوي على دارتين. الدارة الاولى هذي اللي يتمشي بـ 24 فولت يسموها دارة التحكم. هذي دارة التحكم فش تتحكم? رح تتحكم في دارة الاستطاعة. كما كنتم تلاحظوا دارة الاستطاعة وش فيها? فيها محرك ام يمشي بـ 122 فولت. حنسألكم سؤال. وش وظيفت الـ Air هنا? اللي يهضغطة مغلقة في حال طرحها. وش وظيفت الـ S اللي يهضغطة مفتوحة في حال طرحها? وش وظيفت هذه التمسات لي اسمهم كما اسم الوشعة? جماعة الضغطة كي تضغط عليها تتغلق بمجرد حرارة يدك وش حتى تفتح تلقائيا ماشي كما القاطعة. إذا جماعة بها نفهمو الذاكرة الكهربائية حنديرو السيميلاسيو. وبها نعرفو ش وظيفت الـ Air وش وظيفت الـ S ونعرفو هل هناك ذاكرة أم لا. جماعة وش حندير اول مرة راح نشغل محرك بها نشغل محرك لازم هذا التمس يتغلق وهذا التمس يتغلق وكتى يتغلق لازم تمغنط الوشعة. الوشعة بات مغنط لازم يوصلها التيار. وش لازم ينغلق الـ S. إذا الـ S وظيفتها مدخل التنشيط والله مدخل تشغيل المحرك. هيا جماعة نبدأ نتستيو. إذا نوش نديرو. إذا بها نشغل المحرك لازم نغذو الوشعة. بها نغذو الوشعة لازم نغلق الضغط الـ S. إذا بمجرد الضغط على S شوف شا يصره يمرو التيار إلى الوشعة. الوشعة أجمع وش يصرها. تتمغنط مدل حقل المغناطيسي. هذا الحقل المغناطيسي وش يديرو. هي عكس تماسات ليسهم كما اسم الوشعة. إذا هذا كآ واحد وهذا كآ واحد في البنية الداخلية مربوطين مع الوشعة. كيتمغناط الوشعة هذا وش يصره. يتغلق وهذا يتغلق في آن واحد. وش راكم تلاحظوا. دارة الاسطاعة تغلقت. التيار وصل للمحرك. المحرك راح في حالة دوارة. والتماس الثاني يجمع هذا تتغلق. كي تغلق هذا التماس شوفوا التيار كيف يمشي. والتيار يمشي من اتجاه الأول ويمشي منه في اتجاه الثاني. وهذا التماس يضمن الذاكرة والتغذية الذاتية. جمع الضغطة S كي تضغط عليها تتغلق. لو كان حرارة يجمع وش عصر لها راح تتحت. شوف معها كيف حرارتها تفتحت. المحرك بقى يدور. لماذا؟ لأنه التيار بقى يمشي في الاتجاه الثاني. وش هو السبب اللي خليها يمشي اتجاه الثاني؟ اللي هو التماس التغذية الذاتية. سؤال ما تروح ضغط على S دار محرك. حرارة يدي بقى محرك يدور. إذا النظام في حالة ذاكرة ومشي ذاكرة. في حالة الذاكرة. إذا هذي نسميها ذاكرة كهربائية باستخدام الوشعة. إذا الاس شو وظيفتها؟ وظيفة ما تخلى تشغيل المحرك. لو كان سألكم سؤال. أستاذ كيف نوقف المحرك؟ وش لازم لازم لي نقطع التغذية للوشعة. هكذا. كيف نقطع التغذية للوشعة؟ لازم لي نضغط على الار. كي نضغط على الار شو شعي سترجمها. شوفوا معا يا مليح. ضغطة مغلقة في حالة راحة. كي تضغط عليها. تتفتح. كي تتفتح. تقطع تيار الوشعة. وكي تقطع تيار الوشعة. تمست هذو. يرجع الحالة. طرح يتفتحه في زوج. وكي تفحتها في زوج. راح يتوقف المحرك. نسألك سؤال. وش وظيفة الار؟ وظيفتها إيقاف المحرك. إذا في الذاكية الكهربائية كين مدخليني أساسيا. وش هما؟ مدخل اس هو مدخل تشغيل المحرك. يسموها وضع المحرك في واحد منطقي واحد منطقي معا يمشي. والار وش نسميها؟ ضغطة الإيقاف المحرك. كين نضغط عليها وضع المحرك في صفر منطقي معا تها المحرك. يتوقف. إذا اس لتشغيل المحرك. وار ليقاف المحرك. لو لو كان نجمع عن حرار يدي شوفوش يسرع الضغطة ترجع حال طرحة ويتوقف المحرك لو كان نحب نزيد نشغل المحرك نضغط على S إذن وشو نقولو هادي الداروش هي هي عبارة عن ذاكرة كهربائية S للتشغيل و Air للتخميل إذا نجمع ركز معي مليح إذن S ماذا تسمى مدخل للتشغيل وكتاها يمشي هذا نهار اللي نضغط عليها نهار اللي نأثر على S يمشي على المحرك وال Air وشو نسميها مدخل إيقاف المحرك نهار اللي نضغط عليها ولا نأثر عليها تفتح الضغطة حي توقف المحرك ولو كان ما نأثرش على Air و الاس خليهم كماراهم هنوش نقولو هذا التركيب يعمل عامل الذاكرة إذا كان محرك يدور منقبل ومؤثرت شعليهم يبقى يدور يبقى في حالة التشغيل ولو كان نقولو محرك كان متوقف منقبل ومؤثرت شعليهم في زجو خليتهم في حالة طرحة يبقى محرك متوقف إذا هنوش صممت الذاكرة كهربائية حدل أنا ماشي نهائلين هيا جماع حنسئلكم سؤال بعد ما عرفت وخدمت الذاكرة سؤال مطروح هالوشعة هي اللي تخدملي الذاكرة سؤال مطروح نقدر نحقن وشعة في الدارة المندمجة ولا لا نقدر نزرعو الوشعة في الصندوق الأسود اللي هو دارة المندمجة ولا لا هيا جاوبوني هذي ممنوعة لماذا ممنوعة جماع ركزهم عامله الوشعة وشية سلبيت تحتمد لحاق المغناطيسي لحاق المغناطيسي اللي كنديرو في الدارة الإلكترونية حيفسد لك العناصر الكهربائية وحيأثر فيهم بالتيار كهربائية وزيدوا الوشعة يمشوا بالتيار كهربائية كبير يمشوا مثلا متوتر كبير ودارة المندمجة تمشي بخمسة فولت خاصة إذا كانت تتيار وأهم حاجة أهم حاجة جماعة بتخدم الذاكرة بواحد بيت لازم لك وشعة بتخدم الذاكرة ويتبيت كده لازم لك ثم وشعة إذا تلبيت العزيز لو كنسألك سؤال مقول لك راني حاب نخدم ذاكرة واحد تيرة أوكتي على بالك هنا وش لازم لك؟ لازم لك دولة الجزائر وكامل تشحنها بالوشعة وما شكيتش توصل لمساحة قدرها واحد تيرة إذا في هذه الحالة التقنيين لقوا إشكالية أنه لازم يخدم ذاكرة الإلكترونية ويتجنب الوشعة بعدما تحاولوا مع بعضهم لقوا طريقة بسيطة جداً وش هي الطريقة هذه في رأيكم؟ في رأيكم وش هي هذه الطريقة بيخدموا الذاكرة الإلكترونية؟ طريقة بسيطة جداً وش هي اذا من الدارة الكهربائية هذه وش يخرجوا؟ يخرجواекоت معادلة معادلة الخشفية وانت اللقافة ما من المعادلة الخشفية؟ يخرجوا تجسيد بالبوابات المنطقية فالبوابات المنطقية عبراً مقاحل يشحنهم في الدارة المندمجة ويتوصلون إلى ذاكرة جديدة تسمى ذاكرة الإلكترونية هيا ركس معي من لا ي applications vegan انت لقم الذاكرة الكهربائية هذي راح ناخد لكم الذاكرة إلكترونية إذن هذا هو المخرج كA1 والوشعة هي المخرج والما داخل الوشعة همه S و كA1 و R إذن وش نقوله في هذه الحالة كA1 وش يساوي ركز معي مليح يساوي SZ كA1 لماذا؟ لأنه الضغط S والملمستخدية الذاتية موصولين على التفرع وكما درسته في السنة الثانية أي حاجة موصول على التفرع ستكون دلتهم مجموعهما إذن S على التفرع معه كA1 إذن وش يدل لتحهم S Z كA1 من بعدها جمع هذه الكتلة وش نلاحظه؟ لحظه باللي موصول على التسلسل مع ضغطة R إذن أي حاجة موصول على التسلسل في منطقة التوافقية راح تكون جودة إذن وش نقوله S Z كA1 الكل في ماذا؟ الكل في R وش هي حالة R جمع؟ الـ R ضغطة مغلقة أي حاجة ضغطة مغلقة قد نربزولها R bar إذن هنا وش نكتبه R bar هنا اكتبناها S لأنه ضغطة مفتوحة كA1 اكتبناها كA1 لأنه تماث مفتوح أما R ضغطة مغلقة إذن بهم بينها مغلقة نزيد لها bar من بعدها جمع بعد ما عرفنا المعادلة المنطقية إذن نقدر نخرج تصميم بتاعها ونخدمو الذاكرة الإلكترونية إذن هاي نخدمو مع بعض إذن عندي مدخل R ومدخل S وعندي المخرج كA1 إذن مخرج كA1 كما كم تلاحظوا المخرج كA1 وش يسوي يسوي S زائد المخرج الحالة السابقة كA1 في R bar إذن هذي الدارة وش نسميها تنتمي المنطقة التعاقب إذن هجمع المخرج عنده دلال بالمخرج إذن هجمع هاي نسمو التصميم المنطقي إذن هاي نبدأ أول حاجة عندي الـ R و S وعندي المخرج كA1 إذن باش احنا نبدأو احنا نبدأو بهذه S زائد كA1 إذن وش هي اللي تعبر على المجموع هي اللي هي بوابة R بوابة الجمع إذن وش نسمو بوابة R البوابة R باش مربوطة جمعها مدخل أول التاحة واشي هو مدخل الثاني إذن مخرج تحديد البوابة هذي وش يساوي لكم مخرج تحديد البوابة يساوي S أو كA1 هاني شكلت هذي بعد ما أخدمت هذي جمعه رح نخدمه R بار إذن وش عندي؟ عندي R بار أنا عندي R وش لازم نزيد لها؟ لازم نزيد لها بوابة ما في نوت إذن مخرج تحديد البوابة من بعدها وش راك مطلاحظوا ما بين R بار وما بين هذه الكتلة وبين هذه الجملة وش كين الجوداء إذن هنا وش نحتاجه نحتاجه بوابة ن إذن بوابة الآن مدخل الثانية باش مربوط مربوط بهذه الجملة اللي هي اس زيت كA1 يعني مخرج تحديد البوابة or والمدخل الثاني باش مربوط مربوط بالR بار بهذا الشكل والمخرج هذا يروح بهذا الشكل إذن مبروك عليك رح تخدمت ذاكرة اليكثر عنية الاس للتشغيل والآن للتخميل إذن تلاميذ الأعزاء بعد ما حدومت هذي طريقة بسيطة جدا Geschäft 2017 لنهى تخضر إorsige الطيبة المنطقية تESE بوس myself ينظر مع الترازيستور الترازيستور أنت ذاكرة ذاكرة الكهربائية خدمنا الذاكرة الإلكترونية. بعدما خدمنا الذاكرة الإلكترونية. ونحن نذهب القلابات. التأكدب اللي بعد هذه. بعدما نكمل لهذا. رحوا القلابات. ممعليش. هنزيدكم واحد الملاحظات أخرى. إذن وشو نقوله هذه الدارة مندمجة. وش تمثل ذاكرة الإلكترونية؟ بعدها لو كنسئلكم سؤال جماعة. إذن هذه الذاكرة الكهربائية. هذه اللي درسناها نسميها ذاكرة كهربائية بأولوي التوقف. أستاذ شو معتها بأولوي التوقف؟ أصبرو. رح نعطيكم ذاكرة أخرى كهربائية هذه درستها كذلك من قبل وش نسميها ذاكرة بأولوية التشغيل هذه تسمى ذاكرة كهربائية لأن فيها وشعة بأولوية التشغيل هذه الذاكرة بأولوية التشغيل بنفس الطريقة وش لازمنا ندير لها نخرج لها المعادلة المنطقية بعدما نخرج المعادلة المنطقية وش نديره نديره تصميم المنطقي إذن تلميذ الأعزاء كما كم تلاحظوا فرق ما بين دارة لولا والدارة الثانية في الضاقطة الـ Air شوفوا هنا الضغطة الـ Air جاي هي الأولى وحدها أما الضغطة الـ Air جاي على التسلسل مع كاا واحد أو التفرع مع الأس لو كان يمكنكم خارجوا لمعادلة كاا واحد بطريقة بسيطة جدا الـ Air وكاا على التسلسل معناتها جدا هما هذه الجملة زايد الأس بسكنوا ليها لماذا؟ لأن الأس على التفرع مع ER كاا واحد إذن معادلة المنطقية كاا واحد ماذا تساوي؟ ماذا تساوي؟ تساوي Air في كاا واحد والأير لازم تكون منفية لأن الضغطها مغلقة في حال طرحها الكل ماذا؟ زائد ماذا؟ زائد الأس بعد ما عرفت المعادلة المنطقية هنا وش تدي تصميق منطقي بنفس الطريقة نعطيه لكم مباشرة بس كما نحتاجهمش بزيخ هذا الدروس راح نحتاجوا لقلابات بزيخ 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 إذن إذن شو نقوله في هذه الحالة هذه ذاكرة كهربائية بأولوية التوقف وهذه منها ذاكرة الإلكترونية بأولوية التوقف وهذه الدارة كهربائية وش نسميه ذاكرة بأولوية التشغيل وهذا تصميم المنطقة وش نسميه ذاكرة إلكترونية بأولوية التوقف أستاذ فهمني وش معناتها ذاكرة بأولوية التوقف وش معناتها ذاكرة بأولوية التشغيل ببساطة جدا هيا نبدأ بذاكرة بأولوية التوقف جمع وش معناتها بأولوية التوقف معناتها أضغط على آس و آر في آن واحد وشوف إذا كان محرك يدور ما عندها تشغل نقوله بذاكرة بأولى وتشغل إذا كان محرك متوقف نقوله الذاكرة بأولى والتوقف هيا يا جماعة نضغطه في آن واحد الـ Air والـ S شووا معي الـ S مفتوح في حال طرحها والـ Air مغلقة في حال طرحها لو كان نضغطه في آن واحد بهذا الشكل شووش يصير الـ S تتغلق والـ Air تتفتح سؤال ما تروح تي يوصل الوشي أو لو ما يوصلش مستحيل يوصل لأنه دارة مفتوحة وبالتالي محرك متوقف إذاً هذه الذاكرة نسميها ذاكرة بأولى والتوقف لماذا؟ عند الضغط على الـ Air و Air ولا تأثير على الـ Air و Air في آن واحد المحرك متوقف يتوقف إذاً هذه ذاكرة بأولى والتوقف أوكي صحيت هيا روحوا لبعدها جماعة روحوا ذاكرة بأولى والتشغل نزيدوا نديروا لها السيميراس عادية ذاكرة بأولى والتشغل معانتها معانتها الـ Air تكون على تساسها معها كـ Air وحد هيا جماعة نعرف ماذا وظيفتها نضغطه في آن واحد نضغطه على آس و Air في آن واحد شوفوا ما عمله الآس والآن نضغطه في آن واحد كده نضغطه عليهم في آن واحد شوفوا ما يصير الآس تتغلق والآر تتخمن سؤال ما تروح يوصل تير الواشعة لما يوصلش يوصل لأنه هذا الطريقة مغلق وبالتالي تتمغنط الواشعة كتتمغنط الواشعة يتغلقوا هذا التماسات والمحرك يدور إذاً هذه الذاكرة وش نسميها سميها ذاكرة كهربائية بأولوية التشغيل لماذا؟ عند الضغط على Air و Air في آن واحد والله عند التأثير عليهم في آن واحد المحرك يكون في حالة التشغيل إذاً هذه نسميها ذاكرة كهربائية بأولوية التشغيل إن شاء الله وصلتكم فكرة إذاً وش نقول في هذه الحالة هذه الدارة كهربائية وش نسميها ذاكرة كهربائية بأولوية التوقف وهذه اللي مخدمه بابوبات منطقية وش نسميها ذاكرة الإلكترونية بأولوية التوقف روح التركيب الثاني هذه الدارة الكهربائية نسميها ذاكرة كهربائية بأولوية التشغيل وهذا اللي مخدمها بالباوبات المنطقية وش نسميها ذاكرة الإلكترونية بأولوية التشغيل من بعدها تسألني السؤال أستاذ عليا هل نقرأه في الذاكرة عليا الإجابة بسيطة ندرس الذاكرة الإلكترونية لكي نصنع بها القلبات هل ندركوا وش هل ندرسوها جمعا راح نبدأوا في القلبات إذن القلبات هل نعطيكم ملخص تاهم بكل بساطة إذن القلبات قبل ما نعرفوا ملخصتها القلبات سألوني سؤال أستاذ وش هو القلبة أستاذ إذن القلب وش هو عبارة عن ذاكرة إلكترونية وش ده هذه الذاكرة الإلكترونية تحتفظ برقم ثنائي هذا الرقم ثنائي وش هو قادر تحفظ رقم واحد ولا قادر تحفظ رقم صفر على هذه وش كنا ندرسوها الذاكرة الإلكترونية إذن قلب وش هو ذاكرة إلكترونية ولو ش نقول واجمعا القلب وش هو عبارة عن دارة عاقوبية لكن كل داراتها عقبي وش يكونوا فيه في بوابات منطقية وفي حلقة ترجوع الذاكرة هذا وش معناته القلاب من بعد أجمعها في القلابات رح نقسمهم جزئين أساسيا الجزء الأول كان قلابات لا تزامنية وجزء الثاني وش كان قلابات التزامنية انت علاقة من تسمية لا تزامنية مع أنت ما فيهاش مدخل الزمن القلابات التزامنية مع أنت كان المدخل إضافي اللي هو الزمن صحيح رحوا القلابات اللا تزامنية رح ندرسوا نوعا النوع الأول هو قلاب الـRS لا متزامن إنجاز بوابات نور حيث الـS والـR يمشون بالمستوى الأعلى والنوع الثاني قلاب الـRS إنجاز بوابات نان حيث الـR والـS يمشون بالمستوى الأدنى نعودوا سميهم S bar والـR bar كما تلاحظون أن كان مدخل اسمهه تايمر إشعة تسعة مكاش إذن هذي سميهم قلابات لا تزامنية أما قلابات التزامنية جمعة وش حين ندرسه بالضبط رح ندرسه قلاب GK وفيه مدخل إشعة تسعة كما كما تشوفون هنا clock ولا timer ومداخل الإرغام هذي سندرسه في المستقبل إن شاء الله والقلاب الثاني وش هو هو قلاب D متزامن في إشعة تسعة T والقلاب الأخير فيه مدخل واحد اللي هو إشعة تسعة T إذن هذو القلابات الأساسية اللي رح ندرسهم أما المداخل الإرغام رح نشوفهم في الحصص المقبلة إن شاء الله هذا هو الملخص تعالى القلابات هيا تلاميذي الأعزاء نبدأوا بأول قلاب اللي هو قلاب R S لا تزامن لا يحتوي على إشعة تسعة إن جزبه وباته نهر إذن نجمع عن قلاب R S وش هو هو عبارة عن ضارة تعاقوبية يحتوي على مدخلين المدخل الأول R والمدخل الثاني S ويحتوي على مخرجين متعاكسين المخرج الأول K والثاني وش هو K وش معت القيمة اللي تلقاه هنا يا حتكون العكس تحتها هنا لو كان نسألك السؤال وش وظيفة R والS راح تجاوبني بكل بساطة تقول يا أستاذ فتع لي R وفتع لي S في الذاكرة الكهربائية إذن R هي روسات شو وظيفتها كي تفعل R وش تخلي تخلي مخرج متوقف كي يسوي السفر إذا حاب تشغل مخرج كي وش تفعل تفعل S إذن S شو وظيفتها مدخل وضع المخرج في واحد والله نسميوها مدخل تشغيل المخرج كي والأيرو الشو هي مدخل وش وظيفتها مدخل إيقاف المخرج كي والله وضع المخرج كي في الصيفة والكي بارج معا هي العكس الكي بان نفهم وامل يحمله أنا عنا حاب نخاطب الذهن بتاعكم تفهموا كل شي بالتفصيل إذن جمع بان نفهم وش وظيفة الأيرو وش وظيفة الأس وباش فعليني والله ناشطيني هل ناشطيني بسفر منطقي أو واحد منطقي تلميذ الأعزاء وش رح نديره في هذه الحصة راح نكملوا جد والتشغيل تعقل لب أير اس لا تزامني كما كم تلاحظوا بما أنه عندي مدخليني الأس والأير لعدد التوفيقات ولا عدد الاحتمال تسوي 2 أس عدد ما داخل 2 أس 2 تسوي أربع احتمالات وكما كم تلاحظوا نعطيتكم كي أن زيد واحد وش معانتها الحالة الجديدة راح نحوس عليها وراح نحتاجه مصطلح الجديد واسمه كي أن هي الحالة السابقة كتعود الأس معزولة والأير معزولة بما أنه حالة الجديدة كي أن زيد واحد إذا الحالة السابقة وش نعود نسميها؟ نعود نسميها كي أن وهنا كي أن زيد واحد بار هو النفي التاع كي أن وش معانتها خرج لي كي أن زيد واحد كي تلقى النتيجة أنفي وهنا التعليق وش نكتبه هل هو وضع التشغيل؟ هل هو وضع الإيقاف؟ هل هو وضع الذاكرة؟ أو وضع يسموه حالة ممنع؟ رح نشوفوها وبهنا نفهم هذا الجديد والجمع مش رح نعطيكم طريقة نظرية ونقولكم اير وش وضيفتها والأس وش وضيفتها؟ إذا مش رح نملككم رح نملككم تركيب كهربائي هذا تركيب كهربائي يسمى الذاكية كهربائية ثونائية الاستقرار عليها ثونائية الاستقرار فيها زوج وشعة وشعة للتوقيف ووشعة للتشغيل كما كنت تلاحظوا هنا عندي الأير وعندي الأس أن يخدموا نفس الخدمات تحت هذا القلب إذا كنت أفهم هذه الدراكة كهربائية ر هكذا أفهمت هذا القلب هنايا لا تزامن وكما كنت تلاحظrate هنا كان الوشعة الأولى ووشعة الثانية كما هنا كنت مصباحا أحمر ومصباحا الأخضر مصباحا الأخضر هو التعى التشغيل ومصباحا الأحمر هو التعى التوقف وش معناتها؟ لو كان مثلا زيب محارك ينوصل هنا ويشعر ostatاخضر تأكد بلدي محارك رح في حالة تشغيل لو كان يشعر الضوء الأحمر وش معناتها؟ محارك في حالة الإيقاب الضوء الأخضر مسبب اللونادينement للمخرج وضلط الأحمر!! اليوم قد يغذرون aw lettering في هذا الوقت بمرباط وقتحد للطيار ويشعل الضوء الج�ו و يذهبون جنوات الق Об oraz التير يغذرون Environment هذا التق المؤمن hayd1 يجذب للمصباح الأحمر و Mal 7 يجذبوا للمصباح الأخضر ووشعة كواحد مربوطة بالأر هي التي تسمح الموروتيار لها والكاثنين شكول يسمح الموروتيار لها اللي والضغطة الأس إذن تلميذ الأعزاء هذا التركيب موش نسميه ذاكية كهربائي ثونية الاستقرار إذن هذا التركيب قلب أرس نسميه ذاكية إلكترونية ثونية الاستقرار الأس للتشغيل الكي والأر لإيقاف الكي وكما كنت لاحظوا الجدول الحقيقة وما معنتها مثل أر يسوي صفر وما معنتها أر يسوي وما معنتها الصفر بدون تأثير ما أثرتش على الضغطة والأر يسوي واحد معنتها أثرتها بالنسبة للقلب وش تولي إلي الصفر ما معنتها مديت له صفر ما نتقاط له 0V والواحد ما معنتها أطيت له 5V هيا جمعها نبدأ بأول حالة وشراكم لك الأر مدلها الصفر ما أثرتش عليها الضغطة والأس مدلها 1 إذا ما نقول في هذه الحالة الأر خاملة أتت لها صفر ما أثرتش عليها والأس منشطة ونطبقها في الذاكرة الكهربائية إذن الأر مدلها صفر ما نأثر عليها بيدي والأس مدلها واحد نأثر عليها إذا نشوف معي جمعها نضغطها لأس وش حي يسرق؟ يمرر تيار الوشعة كأثنين كتماغنط الوشعة يتعكس التامسي ولفادي الحالة وبالتالي تيار ون يروح يروح الكي معنتها الكي ماذا تسوي؟ تسوي واحد معنتها لو كان دير محرك هنا محرك مشتغل والكيبار هي عكس الكي وش معنتها كيبار تسوي؟ تسوي صفر منطق لأنه لماذا؟ لأنه مصباح منطفي إذن وش نقول وش وظيفة الأس أجماعة؟ وش دارت لكي شغلاته؟ إذن الأس وظيفته التشغيل المخرج كي؟ إذن وين نروح هنا؟ إذن كي وش يسوي؟ يسوي واحد وكي يسوي صفر منطقي كي لماذا يسوي واحد؟ لأن أس منشطة الأس تحت التشغيل منشطة وغيروسات تحت الإيقاف مخملة إذن نروح نكتبه هنا يا جماعة إذن لما أس يسوي واحد والأر يسوي صفر الأس منشطة الأس هي اللي يتحكم في المخرج إذن وش معناتها كي آن زايد واحد أجماعة؟ معناتها الحالة الجديدة وكي آن وش معناتها الحالة السابقة إذا كانت ذاكرة نكتبه كي آن إذن بما أنه كي آن الجديد وش يسوي واحد منطقي وكي آن زايد واحد بار وش يسوي؟ يسوي الصفر إذن وش نقول في هذه الحالة؟ وظيفته وضع في الواحد لماذا؟ لأنه أس منشطة أغلاء نكتبه وضع التشغيل وتشغيل المخرج إذن هذا هو الإحتمال الأول شو معي الإحتمال الثاني وش رأيكم لو كان الـ Air مثلها زيرو والأس نديزاكتيفها زيرو وش معناتها؟ وش معناتها الأس؟ وإذا كنت ضغط عليها معناتها واحد منطقي وش معناتها نحرر يدي شوفوا جماعة كي نحرر يدي ها الـ Air تسوي الصفر والأس تسوي صفر نحرر يدي وش رأيكم تلاحظوا؟ المصباح وش صر له؟ أبقى متوهج معناتها لو كان ديرو المحارك هنا يبقى يشتغل سؤال مطروح رغم أنني حررت يدي على الأس أبقى المصباح متوهج والكي يسوي واحد إذن نظام فيه واش في حالة الذاكرة إذا ما شو نقوله بصفة عامة؟ إذا كانت أس تسوي الصفر وأتسوي الصفر وش معناتها أس خاملة ما يشتخدم؟ والأر خاملة وش يولي هنا يولي المخرج المعزول كيف معناتها مخرج معزول؟ ما يتحكم فيه لا أر ما يتحكم فيه لا أس وش يولي في هذه الحالة المخرج؟ يحتفظ بالحالة السابقة إذا كانت الحالة السابقة كي آن تسوي الصفر معناتك كي آن زايد واحد ماذا تسوي؟ ذاكرة تسوي الصفر إذا كانت الحالة السابقة مثلاً لقينها واحد كما اليوم كما ذركوش لقينها؟ لقينها واحد إذن إذا كانت الحالة السابقة واحد حالة جديدة كي آن زايد واحد تسوي واحد إذا كانت الحالة السابقة بصفة عاماً سميها كي آن متغل ما بين صفر واحد إذن كيان زايد واحد وش يساوي؟ يساوي الحالة السابقة كيان إذن نقوله 00 وش معانتها؟ خاملة معانت هذه تساوي صفة هذه الصفة وهنا المصباح يبقى متوهج ويحتفظ بالحالة التوهج إذن وش نقوله كيان زايد واحد الجديد اللي أنا نحوس عليها تساوي الحالة السابقة بصفة عامة وكيان زايد واحد بارة نمفية تساوي الحالة السابقة منفية وإذن وش نقوله؟ بما أنه اس والر معزولين خاملين المخرج الشدير يحتفظ بالحالة السابقة هاي أجمع أروح الحالة الثالثة الثالثة S لا نأثر عليها معاناتها خاملة والأر مدين لها واحد منطقي سنأثر عليها سنرى هنا إذن أر مدين لها واحد والأر مدين لها واحد نقل قول الضغطة تنقل قول الضغطة تعكس حالة الملامس نسبة لكي تولي دارة مفتوحة مصباح كي منطفئ معاناتها صفر منطقي وهذا الضوء يشعل الأحمر كي بار يساوي واحد منطقي أنا لا أهمني كبار إذا ما نقوله كي وش يساوي يساوي الصفر كي نشاط الأر إذن هذا هو وضع الايقاف بسبب تنشيط الروسات إذن ما نقوله في هذه الحالة كي يساوي الصفر بما أن الأر ممنشاط وش دار المخرج قطع عليه التيار معاناتها يساوي الصفر منطقي والمخرج الممفي هو عكس المخرج كي آن وهنا ما نقوله وضع في الصفر لماذا وضع هذا الصفر؟ بسبب تنشيط الروسات ولا نسميه وضع الايقاف في المخرج بسبب تنشيط الروسات إذن هذه الحالة الثالثة هيا جمعا نزيدوا نجربوا الذاكرة نجربوا لو كنمدوا 00 نشوف اس كنح ترفضوا بصفر منطقي شوفوا معهم لو كنمدوا اس صفر ومعاناتها خاملة او اس صفر خاملة ومش معاناتها؟ هذين مدوا لها الصفر وهذين مدوا لها الصفر ومعاناتها نحرر يدي كنحرر يدي يتفتحوا الضغيطتين معاناتها زوال المغنطة التامس دي ما يبقى في هذه الحالة وبالتالي كيوش يساوي؟ إذا قلت لها الصفر فالكيبار يساوي 1 ومعاناتها احتفاظ بالحالة السابقة سوف نقلøre كياتخا وتنقولو الذاكرة كي تعود المداخل معزولة خاملين في زوج وروحوا للحالة الأخيرة واش هي لازم ننشط الار في آن واحد النشطة والاس إذن الار مدولها واحد واش تولي منشطة والاس منشطة إذن بهذا الشكل هذه مدولها واحد واحد واش تولي هذه منشطة وهذه منشطة واش نديره المخرج واش نقوله له يا مخرج لازم تتوقف في آن واحد لازم تشتغل بالمنطق غير مقبولة ما إحنا حنتيستيه ونشوفوها هيا جمع إذن نضغط على R ونضغط على S شوفوا ضغطنا على R و S تمغنطة الوشعة الأولى وتمغنطة الوشعة الثانية والتماس بقى مبيناتهم بقى يتحرك يرتد إذن وشاكم تلاحظوا في هذه الحالة المصباح الكي هذا ما يوصلوش طيار كهربائي منطفئ والمصباح الثاني كذلك الدارة مفتوحة ما يوصلوش طيار كهربائي إذن كي وش يسوي يجمع ما وصلوش طيار منطفئ يسوي الصفر وكيبار وش يسوي اسفر هل هذه مقبولة كيف حاجة ونفي bites في 조ج يسوي الصفر وهذا الحالة وش نسميها حالة ممنوعة لازمنا منطفوش لها إذن وش نقلو في هذه الحالة بعدما اكتيفيني مايقيني لدينا كي يسوي الصفر وكيبار ننوما ويش سوي واحد لديناه يسوي الصفر لدينا قervice ونفي invite يسوي الصفر صفر إذن وش نقولو كي أنزيد واحد permits لدينا اليوم ونفي انتاح لدينا الصفر وهذه الحالة نسميها حالة مرفوضة والحالة ممنوعة ومنو جينا ننذير لها سلاش سلاش أنا أعطيتها كم زير وزير وبيترفهم وشمعتها حالة الممنوعة إذا نجمع قلب الـ AirS هو عبارة عن دارة تعقوبية تحتوي على مدخلين الـ Air مدخل لإيقاف المخرج والـ AirS مدخل لتشغيل المخرج وينشطان بالوحد منطقي ويخمالا بالصفر ويحتوي على مخرجين متعاكساً هذا الكيب وهذا الكيب هاي وهذا هو القلب الـ AirS لو كان أجمعنا نقول لكم نكسروا هذه الدارات تعقوبية وش عنا نلقا فيها وسطها لو كان نكسروا وش عنا نلقا فيها احنا نلقا فيها بوابات منطقية وفيهم حلقات رجوع شوهم هيا إذن قلب الـ AirS هذا اللي الـ Air والـ AirS ينشطوا بالمستوى واحد منطقي يحتوي على بوابتين وش هم هذه البواب هذه البوابة الجمعة وهذا نفي معانتها بوابتين نفي الجمعة على هذه وش قلنا قلب AirS لا تزامن إنجاز بواباته نور شتوا معايا إذن هذه البوابة منطقية وهذه البوابة منطقية شو البوابة المنطقية الأولى مربوطة بالـ Air والمدخل الثاني باش مربوط بحلقة رجوع إذن منطق تعقوبي والبوابة الثانية مدخل تحوشي هو S ومدخل الثاني تحوشي مربوطة مربوطة بالـ Key السابقة معانتها حلقة رجوع إذن هذه نسميها دارة تعقوبي وهذه حلقة رجوع نسميها حلقة الارتداد من بعدها جمعا Air وش سميناها؟ Air ووضع المخرج في الصفر ولا إيقاف المخرج كي ديما نعود نحكو على كي وبنسبة الأس وش نسميها مدخل وش وضع المخرج كي في واحد منطقي ولا نسميها مدخل وظيفة تشغيل مخرج كي إذن هذا باش ينشطون بواحد منطق الصفر يقمل أما الكي وش نسميها مخرج العادي وأما كي بار وش نسميها مخرج المنفي ولا المعكس هيا تلاميذي الأعزاء من قبل وش درنا خرجنا جدل الحقيقة انطلاقا من دارك كهربائية لذاكي ثنائية الاستقرار مدركوا وش هنتشتري هل هاتي القيم صحيحة ولا لا لا انطلاقا من قلب RS اللي ينسميها ذاكرة ثنائية الاستقرار نسميها ذاكرة إلكترونية ثنائية الاستقرار هيا اجمعن نجرب قيم وانشوفوا هل هي قيم صحيحة ولا لا هلنجرب الصف الثاني والصف الثالث والصفة الرابعة هيا ارواحن نشوفوا لما S يساوي الصفر و L يساوي هل صح كي أنزيد واحدة الجديدة تساوي السفر هاي شمع ركزه معي مليح إذن وش نكتب هنا؟ R يساوي واحد والS يساوي السفر كينا واحد الملاحظة تلميذي الأعزاء عندي زوج بوابات حاب ندير عملية حسابية أسكن نبدأ ببوابة العليا ولا بوابة السفلة الإجابة وشي نبدأ ببوابة العليا لماذا؟ لأنه فيها واحد منطقي إذن واحد منطقي في البوابات أور هو العنصر ماص واحد مع أي عدد ديما وش يساوي يساوي واحد كيما واحد عنصر ماص في العملية الجمع كيما السفر عنصر ماص في عملية الضرب لو كان يعطيك بوابات والله ناند أبدأ عملية حسابية كي يعطيك متغيص صفر أبدأ بهذه البوابة كي يمدلك بوابة أور والله النور معناتها لعنصر ماص تحوي شي والواحد إذن شكولي فيها عنصر واحد؟ هل هي البوابة العليا أم بوابة السفلة؟ بوابة العليا إذن نبدأ ونحسبوه منها وكي نلقو نتيجة لو كانت قيمتها سواء صفر ولا واحد لماذا؟ لأن واحد أي عدد ولا واحد زين أي عدد يساوي واحد عنص لأن واحد عنصر ماص في الجمع واحد أو صفر حي يخرج واحد واحد أو واحد حي يخرج واحد موشfel سيتبدأ على هذا وبدأنا به واحد أي عدد وش يساوي واحد ولا وجلل أن نلقو بوابة نفي أو في لهذا البوابة ولي يولي صفر وهذا الصفر وين يرتد يروح البوابة الثانية إذن البوابة الثانية ما يكتوب فيها صفر أو صفر صفر أو صفر يساوي صفر ام في هذا الصفر يساوي صفر إذا الإجابة صحية عند تنشيط الـ Air و التخميل الـ Q يساوي صفر و وضع المخرج يساوي صفر و المخرج يساوي صفر ها نخدمنا هذا السطر نذهب إلى سطر الثالث سطر الثالث نشطه الـ S و نخبله الـ Air ما سنمده الـ Air و الـ Air نمده لها 0 سؤال ما طروح نبدأ بالبوابة العليا و لا صفلة نبدأ بالصفلة لانها موجودة فيها منطقية نحن نرى نقوم بالنزل من نتجة هنا لا ندعنا نرى نتجة إذا كانت الحالة السابقة هنا صفر صفر أو صفر يساوي صفر إلى أنه 1 و إذا كانت حالة سابقة 1 1 أو صفر و الأمر منه 1 صفر لا نتجي نفس النتجة هنا نبدأ بالبوابة اللي فيها 1 ف sole إذا نبدأ بالبوابة السفلة إذا نفترضو الحالة السابقة مهما كانت قيمة تحضرها 1 أي عدد موجودة يساوي 1 نفي طاعة ومشي يسوي 0 0 وين تذهب لأس الابطاء 0 أو 0 ومشي يسوي 0 نفي طاعة 1 إذا اذا عددت هذا من الحالات تنشيط الاس وكيف يسوي 1 إذا اذا اذا يضب لأس الاس وكيف يسوي 1 هذه الحالة الثانية الحالة الثالثة له كان الاس مدولها 1 وشوف هجمع هذين مدولها 1 ونحن لديك حرية تحب تبدأ من البوابة العليا وللصفلة كامل فيهم عنصر نحن نبدأ بالبوابة السفلة واحد أي عدد وشي يساوي باللوجيك بالمنطق يساوي واحد نفي تعوى شي يساوي يساوي الصفر هذا الصفر وين يروح يروح البوابة العليا واحد أو صفر شي يساوي يساوي واحد ونفي الواحد شي يساوي الصفر وهذه غير مقبولة لماذا لأنك يساوي الصفر ونفي تعوى يساوي الصفر وهذا يسموها حالة ممنوعة مخرج نعطيكم طريقة أخرى بسيطة جدا نجمع بها تشفوا على قلاب الارس إذن أنا هو أستاذ تعكم مثلا نكتب بالجهة اليمنى ونمسح الصبورة بجهة اليسرى حيث يد اليمنى الكتابة هي التشغيل نسميها الاس والطلاصة اللي هي مسح نسميها الار إذا نجمع لو كان الاس يدي من مدهاش طاقة مدهاش صفر والآن من مدهاش صفر تبقى صبورة في حالة احتفاظ مكاش الكتابة بصح لو كان حب نكتبه شو ننشغل نشغل اس مدهها واحد منطقي شو معين الاس مدهت لها واحد منطقي اليد في حالة الكتابة إذا نشغل تكتبكم ابن عربية محمد أستاذ هندس الكهربائي لو كان الاس مدهت لها صفر وش نولي نولي في حالة الاحتفاظ وش معناتها احتفاظ بالكتابة وتبقى احتفاظ 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 لو كان حب نمسح الصبورة وش لازم لي لازمي نكت في الار الار مدهت لها واحد شوف معين الار كي مدهت لها واحد شوف شيف يصر تتمسح الصبورة صحيح ولو كان الار مدهت لها صفر واش نولي احتفاظ بالصابورة الفارغة هذا المثال حي ساعدكم ان شاء الله بتفهموا الاس واش وظيفتها التشغيل والار شو وظيفتها الايقاف روحوا لي بعدها جماعة واش هي الاسئلة اللي قادة تجيكم في القلابات قادة تجيكم المخطط الزماني المخطط الزماني واش يحمد لك يمد لك المداخل الار والاس ويطلب منك الكي وقادة يطلب منك الكي والكي بار اذن واش ديناتها في هذه الحالة ادرس الار وادرس الاس وخرج الكي تكمل key أخر حاجة تعمل فيها اللي هي key إذن أستاذ وش هي الاستراتيجية اللي نتباحها بل نكمل مخاططة زماني إذن طريقة بسيطة جدا إذن أول حاجة شديد أي تغير سواء في الـ Air ولا S ديروا إسقاط ديروا إسقاط بهذا الشكل كما نعود تغير الأول في الـ S درت له إسقاط على key وكي بار زيدوا إسقاط الثاني تغير في الـ Air وS في أني واحد تغير في الـ Air درت له إسقاط أي تغير والله أي حالة انتقالية في الـ Air والله أسنطر إسقاط على كل المنحانات هذه أول حاجة بعدها الثاني حاجة أجمعنا نشوف القلاب الـ Air S كما كما تشوف القلاب Air S اللي درسنا إنجاز بوبة نور الـ Air والـ S الواحد للتنشيط والصفر للتخميل إذا كان منشط يتحكم في المخرج إذا كان الصفر معانتها خامل معانتها معزول على المخرج هينكت هنبدأ الحالة الابتدائية الـ Air منشطة والـ Air معانتها Little Set تدير بعدما تشوف الإشارة المساعدة أجمع الإشارة المساعدة هاتساعدك كعود واحد عليها رمز أوكي معانته رفع وليتحكم في المخرج هين نبدأ معنى ما عمله. الاحتمال الحالة السابقة قدءها هنا في الكيأت. تعطيها هنا صفة صفة. نشوف الحالة الاولى. الار منوى خاملة. والاس فيها رمز أوكي تنشت معنا الاس هى لي تحكم في المخرج. الاس مش راح تدير تشغل المخرج. اذا المخرج في حالة تشغيل معنا. وضع المخرج. في واحد. راح يكون واحد. سهلا معه. روحوا لي بعدها. الحالة الثانية رسات مننشطة. والسات خاملة. شكو يتحكم في المخرج. الدركاء والرساذ. وهالل ايقاف المخرج. وهو وضع المخرج في سير. سوف تكون صفا. الحالة الثالثة. الدركاء والcause�� VPN الخمالتها. مع انتي هذه هي الحالة الجديدةجمع. هل نخدمها سابق خدستان حالة جديدة. العالم طفل في سوج ومدخل معزولين. إذا لا يؤدي اشتحد بالحالة السابقة. إذن هذه imperialة سابقة واثق الفلساء التي تتصار بها присمس. �도 Lö하 بالحالة السابقة هو because the one is wrong. بما أن الأس والر العائز متين هناك دائك لذلك نستمع بالحالة السابقة. رحل الحالة الرابعة رساة خاملة ووساة منشطة معانتها وضع التشغيل منشط معانتها وضع في الوحد حالة الخامسة في زوج خاملين معانتها الذاكرة هذه الحالة الجديدة هنجيبها حالة سابقة وهي واحد بما انه خاملين نحتفظ بالحالة السابقة ليه واحد منطقي معانتها احتفاظ بالوحد والحال الأخير اللجاء الو إجرؤية ال�로ست منشط وأجمل الس بخامله ا PEW يتحكم في ميقول والحال الممنوع اللجاء يسمي لي كيف طبع أن أعطيك من رسم هذه ميثرة لكن أسمية زائلات ، للهج餌 الع inac Bun key bar يعقى Less cf 0 1 1 1 1 سيماعي العش� الصفر ، وهنا الصفر ، ما عنديها ، و how's it serif? 1. هذا بالنسبة للقلاب الارس ، إنجاز بوابات نور ، يحتوي على المدخل الر والاس. الر ، ووظيفتها ، إيقاف المخرج وطرق المخرج. الر ، ووظيفتها ، تشغيل المخرج. وهذا إنجاز بوابات نور ، الواحد ، تنشيط الر والصفر ، تقريبه معزول. كل شيء بالنسبة للقلاب الارس ، إنجاز بوابات نور. قد تجمع عرفه. قلاب آخر يمشي على عكس القلاب إجاز بوابات نور. اللي هو قلب آرس لا متزامي لا يحتوي على إشارة الساعة إنجاز بوابات ناند وش معنها إنجاز بوابات ناند؟ معنها البنية الداخلية التأوفيزوج بوابات ناند وكانها حلقة الارتداد إذن بنفس الطريقة أزبر جمعه وش وظيفته؟ أزبر كما حكينا عليكم بالأس وش هو وضع مخرج في واحد مي وش هو أزبر؟ إذن أزبر يمشي العكس في الأس الواحد للتنشيط والصفر للتخمي أزبر يمشي عكسه وش معنها؟ إذا مدت له زيره يمشي منشط يتحكم في المخرج ويشغله إذا مدت له واحد يمشي خاملي معنها يمشي يخدم العكس الارتداد بروسي هو وضع المخرج في الصفر والكي والكي بار مخرجين متعاكسين إذن الكي هو المخرج والكي بار هو مخرج المنفي بعد ما تلقي المخرج كي عكسه صحيح إذا أزبر مدخل وش في هذه الحالة ؟ TSHILM'm Serbest إنهم يقي المدخل توقيع المخرج به صوائف 10 ما هي الحاجات المميزة سيطح horrible الآن إذا تعلن لكل صفقة وأنه منشط وإذا تعلن لكل صفقة يطمgres علاقة وما حتى عنده زوج الحاجات 向 الفضول لكن كما شرط الصفر يجعل الصفر على إتوقف المخرج وإذا أريد أن ترغب الى الصفر على مدلاء محدد منطقيا ومن المفضل الطريقة عندي جدول تشغيل وهذه هي جدول تشغيل عقلية بأيرس إنجاز بوابات ناند ميكينة ملاحظة جمعة شرطوا ما كتبت هنا في الجدول كتبت Sبر و AirBar ركزوا معي مني كتبوا AirBar و Sbar كما يعطيها لك هو تمتظم ونرى الجماعة إذا نكسر هذه السيركويت وسألقاء في وسطها مرة أخرى نتكام بتشميل سحيه تلك الرسالة لدينا عندي في ألف انتكام تلك الانتكام ومن ثابت الملف ومن ثاني الرسالة تأتي الملف مع حلقة الرجوع ومن ثاني الرسالة حلقة الرجوع وفي الحلقة الرسالة كما كنت لاحظوا بما أنه ما إحضروا بوابة ينبذر بصفر منطقي احيدي اجمعنا هاين يعملوا هو جدول انطلاقاً من الحسابات نبدأ محالة الأولى لما اس باري جيده بنسبة الر أولى هو الصفر أبلوية آل ابدأ بالرّ… أما بالرّبّاVES لنبدأ بالصفر بственный صفر فأي حدث يساوي كثيراً بسرعة خر إذا كانت الحالة سابقة 0 أُواحد UDA أي طойти إلى صف اهما X 0 لدي أقضي X عندنا كثيراً المخرج الألي Brainf هين بدأ بالرّبّا? يجبّوَ الريّ剪 الرّبّاق الثانيّة واحد في سجني ؟؟؟ لش يسوي 0 هو 1 هذا معقول هوamaan C يسوي 1 و يسوي 1 معقولة أن النخمكانيicherung و يجب ان يكونونتيin هذه غير مقبولة على حالة S وتسوي 0 وتسوي 0 Tين Z Bruno وتسوي 1 هذي غير مقبولة و مطاق أحد ممنوع اشتو كيفا هجمعا هذي الحالة الاولى اذا وش راكم تلاحظه ولا القلاب يمشي العكسة قبل اشفنا حالة ممنوعة في القلاب اير اس انجز بوبة نورو واحد واحد هنا وشي لديناها صفر صفر بسكو عكس بعضا هيروحوا الاحتمال الثاني احتمال الثاني واشي هو الاس بار وش مدينها صفر والار بار وش مدينها واحد اسكم نبدو بالبوبة العليا ولا الصفلة نبدو بالبوبة العليا بسكو في الضرب اولوية صفر بسكو هو العنصر الماس اذا وش نقولك مهما كانت حالة سابقاстве conectarian كيفار ايكس شفر عند انسعة واحد اذا كيف يقومون بك ه thereafter هذا الواحد ا الذهاب الى الشفر اي والفالك الواحد غير الشفر غير growththink اية بوبة ثانى وش عطق واحد sweeping اذا وش راكمتلاحظوا في حالة الاس بعضها الصفر والار بار اعطينا سعطائنا uh 1 اذا وش خرج المخرج واحد معناها تشغيل بالبابك ان Feedback اولين ك giving Öz分 ا gesagt وهنا نقوله بأو وضعك المراحظ으 تلاحظوا ما هو في القلب ERS INGESPOOV-2 أم أن يخلص الصفر للتنشيط واحد للتخميل كيف سكين أسبار وأـربار؟ كيف سعود الصفر؟ أسبار مع أنت's هو المنشط وره مخمل ويعمل على الوضع المخرج في الواحد مع أنت يمشي العكس ولا تحب تعكسه بما أنه S بار يسيقي الصفر S يسوي 1 وبما أنه أربار يسوي 1 الوضع ممنشط كيف سكين اربار أم أن الس ? للأس وشره ما يشغل ينشط أو يشغل المخل. هذه الحالة الثانية. سأذهب إلى الحالة الثالثة. الحالة الثالثة S bar مددها واحد والأير بار مددها الصيفر بينها. بالأير بار هي منشطة والمخلج سيكون صيفر المائة معلش نحسبها. إذن كيف نأخذ ببوابة عالية أو الصفلة؟ نبدأ ببوابة. لماذا؟ لأنه فيها الصيفر عنصر ومعاصر. إذن صيفر في أي عدد؟ سواء صيفر أو واحد. إذن ماذا هو صيفر في صيفر بإذن أكثر تلاحظوا المخرج كيف يساوي الصيفر؟ لأنه الر بار منشط. إذا نقلل في هذه الحالة أ гру phase. أيضا أجد واحد جديد. لماذا؟ لأن الر بار منشط. إذا صيفر ونالك في التعواء واحد. وضع في الصيفر. هذه الحالة ثاثة. والحالة لأرابعة الجماعة. أتلاحظوا بالأصبر يساوي واحد وأ tendencies. مع أنت خاب الانفيزوج. أعطيت لم واحد و حد خامثة ونفيزوج وهذه الحالة الذاكرة هينيخ نخدمها معلش إذا ما ش كونا شمسة واحد والعربرب يسمى واحد معانتا هنا تبدأ الممكنة ما شرحنا بصفة نحن نبدأ بصفة وش نفترضو؟ نفترضو الحالة السابقة تسوي واحد جماعة ركزوا معاملين حالة سابقة تسوي واحد معانتا ما شلازم نيبه نقوله احتفاظ لازم حالة جدا نلقاه واحد لازم كينوش نلقاه واحد هاي بشوف واحد في واحد واحد نفتاة صفر صفة هنا سيروح يروح هنا صفة في واحد يسوي الصفة أنا في تعوى واحد شدو جمعة الحالة السابقة مما أدت لها واحد وشيكت حالة جديدة واحد إذن مش نقوله S1 bar يسوي واحد و R bar يسوي واحد معناتها معزولين معناتها المخرج يحتفظ بالحالة السابقة ولكن ندي الصفة سنجلها بنفس الطريقة أوكي إذن مش نقوله في حالة واحد واحد المخرج KZ1 يحتفظ بالحالة السابقة أو سميتها بصفة عامة كي أن سابقة وكي أن زايد واحد بار يسوي كي أن بار وهنا نقول له الذاكرة لماذا الذاكرة؟ بسبب خمول S بار و Air بار هذا بالنسبة للجدول التشغيل إذا المخطط الزمني هذا هو المخطط الزمني في المخطط الزمني ما سيكتب لك؟ سيكتب لك Air بار و S بار كتشوف Air بار ما معناتها؟ صفر للتنشيط و واحد للتخميل ركز معي مليح صفر للتنشيط و واحد للتخميل بنفس الطريقة الجمعة بها نخرجه كي و كيبا أول حاجة أي تغير و ندير له إسقا إذا عندي تغير الأول، تغير الثاني، ثالث، أرابع، خامس، ستس من بعدها ندير رموز المساعدة رمز X أوكي X معناتها خامل و أوكي منشط معناتها هذا كل يتحكم في المخرج سنشوف Air بار أعطيت لها الصيفة الصيفة للتنشيط معناتها هذه منشطة أزبار أعطيت لها واحد معناتها خاملة رحوا لي بعدها Air بار واحد خاملة سنشيط معناتها و ذاكرة لبعدها أنا لا أعطيت لها واحد خاملة وأزبار أعطيت لها صيفة ونات مستغل هذه لمشطة مع وجودها وضع تشغيل هنا ya Air بار أعطيت لها صفة و الاس بار أعطيت لها واحد منشطة و وضع إقاف المخرج و بعدها و هذه أعطيت لها واحد أعطي لها صفة منشطة وهنا هذا عطيت له واحد خاملة وهذه خاملة بكي يعدوا خاملين في زوج ذاكرة صحيح من بعدها نبدأ نخدمه المخرج كي هاي نبدأ وجمع الحالة الأولى شكل منشط اير بار ولا اس بار الار بار منشط ولي عطيت له صفر معناتها إيقاف المخرج ووضع المخرج صفر إذا هذي بيشتوا سوي صفر حالة الثانية اير بار خامل واس بار خامل في زوج عطيتهم زيرو زيرو كي يعدوا خاملين ولي مخرج معزول ويش ولي يدير مخرج في هذه الحالة يحتفظ بحالة سابقة واش هي الحالة السابقة هنا كما تلاحظوا حالة سابقة صفر معناتها احتفاظ بالصفر الحالة الثالثة اير بار خاملة اس بار منشطة معناتها الاس وش يدير شغل المخرج ووضع المخرج في واحد حالة رابعة اير بار منشط والاس خامل اس بار خامل وجمع الحالة الشي يدير مسح المخرج ووضع المخرج في الصفر إذا ايقاف الحالة خامسة اير بار خامل واس بار منشط الاس هو تشغيل يشغل المخرج معناتها وضع في الواحد وحالة الأخيرة هذه خاملة وهذه خاملة مخرج معزول وكيعد مخرج معزول يحتفظ بالحالة السابقة والحالة السابقة هنا وشية واحد إذن هذه حتكون واحد بعدما كملنا الكين كملوا كيبار حتكون عكس تاحها بهذا الشكل رح تكون عكسها امتع وهنا جماعة زينا كملنا قلب AirS إنجاز بوابات ناند إذن جماعة رح ندية طريقة أخرى رح نملى الجدول الحقيقة بدلالة الأس والأر إذن قلب AirS لا تزمن إنجاز بوابات ناند مدخلين تعوش نسميه S bar و Air bar إذن الجدول الحقيقة كونك كتبتوك أنك كتبتوك S bar و Air bar قد يأتيك السؤال وش كولك يقولك أملأ الجدول التشغيلتها قلب Air bar و S bar بداية إذن هنا طريقة بسيطة جداً وش نديرها ونعكسوه شو معي يا جماعة ها سميتهم S bar بدون النفي كي نكتب S و Air معنطها الواحد للتنشيط وصيف للتخمي نكتب S bar و R bar و ما معناتها صفر للتنشيط و 1 للتخمي هيا يا جماعة نبدأ إذن شوفوا معي شوفوا معي يا جماعة الحالة الأولى لما S bar يسوي صفر و R bar يسوي صفر بما أن S bar يسوي صفر S يسوي 1 بما أن R bar يسوي صفر S يسوي 1 معناتها الصفر الأخير سطر الأخير إذن هذه القيمة ننقلها هنا إذن شوف نكتبه هنا 1 1 ونسميه حالة ممنوعة لأن S منشط و R منشط شتوج مع أقلها بRS إنجاز بوابة ناند حالة ممنوعة لأنه تسوي 1 1 قلها بRS إنجاز بوابة ناند حالة ممنوعة لأنه تسوي صفر وهنا كان واحدة الملاحظة سنشوفها في نهاية الحسن هنكملنا هذا رحو الثاني سطر الثاني S bar يسوي صفر و R bar يسوي 1 بما أن S bar يسوي صفر معناتها S يسوي 1 وبما أن R bar يسوي 1 معناتها R يسوي صفر معناتها الصفر الثالث معناتها هذه القيمة اللي رأي هنا ننقلها هنا أكي وش نكتبه 1 صفر وضع في الواحد إذن 1 صفر وضع في الواحد وش معناتها S منشطة و R خاملة إذن تشغيل الوضع في الواحد الحالة الثالثة اللي هي هذه شو معايم له بما أن R bar يسوي صفر معناتها R يسوي 1 وبما أن S bar يسوي 1 معناتها S يسوي صفر معناتها هذه القيمة ننقلها هنا إذن وش نكتبه 1 صفر و 1 وضع في الصفر و بينع بما أن R نشطت و S خملت إذن وش معناتها ووضع المخرج في الصفر والحالة الأخيرة اللي هي حالة ذاكرة بما أن S bar يسوي 1 و R bar يسوي 1 معناتها S و R وش يسوي صفر و صفر وهذا ما معناتها ذاكرة معناتها هذا الفيزوج قامل معناتها KZ 1 جديدة تحتفظ بالحالة السابقة و KZ 1 bar تحتفظ بالحالة السابقة KZ 1 bar وهنا ما نقوله ذاكرة هذا هو قلب R S إنجاز بوابة ننت أخدمت له جد والحقيقة بدلة S و R وليس S bar و R bar هيا جمعنا نشوفوا الاختلاف بين قلب R S إنجاز بوابة ننت إذن وش هو الاختلاف أجمع؟ الاختلاف الوحيدون يكون في الحالة الممنوعة إذن شوفوا هذا الحالة الممنوعة تحتوه كي يوجد حالة ممنوعة تسوي 1 و 1 وهذا الممنوعة حالة ممنوعة تحتوه وش هي الصفر الصفر على هذا وش نسميه هذا القلب؟ قلب R S إنجاز بوابة ننت يسمه ذاكرة بأولوية التوقف لماذا؟ كي نشط الاس و R في آن 1 كي تي آن و كي آن بار كي آن بار كي آن صفر صفر مع أنتها أولوية التوقف كي تأثير لهم في الزوج كي وش يساوي يساوي صفر أما القلب R bar و S bar حالة ممنوعة تحتوه تسوي 1 لو كان نشط الاس بار و R bar في آن 1 المخرج كي آن زايد 1 وش يساوي 1 إذن شو يسميه ذاك أولوية التشغيل وجمع لو كان هذا قلب R bar و S bar نحب أن نكتبه بدلة الاس و R في البنية الداخلة وش نديره؟ شوفوا معامله إذن سؤال مطرح S bar من جا معناتها أس ونفيته إذن وش ندير هنا بوابة نفي هذه بوابة نفي قادر ديها بوابة نوت و بوابة نان بما أن هنا تركيبة داخل هي بوابة نان نخدمه كامل بالنان معناتها النفي معناتها S ديها بوابة نفي وش توليته لي S bar والأير بار أجمعها من جبتها وش معناتها هي الأير وزيت لها بوابة نفي وهذا تضيعي أير بار واذا يكافئ؟ يكافئ هذا صحيح ونبقى نفس الطريقة لو كان نخدمه هذه لو كان هذه يقدمها 00 وش معناتها S يسوي السفر والأير يسوي السفر وش معناتها معناتها S bar يسوي واحد ور يسوي أير بار يسوي واحد معناتها حالة احتفاظ معناتها هذه كل ذاكرة حالة ثانية وش هي لو كان اس يقدمها صفر ور يقدمها واحد وش تولي As bar تسوي واحد وار بار تسوي السفر معانتها R هو منشط وضعها في الصفر حالة ثالثة S مدولها واحد و R مدولها صفر معانتها S بارتولي صفر و R بارتولي واحد معانتها يكون منشط S معانتها وضع في الواحد والحالة الأخيرة هاجو التلاميذ الأعزاء نخدمها لكم هنا في السيميلاسيو لما S يساوي واحد و R يساوي واحد وش يخرج إذن هاري تساوي واحد نفي التحوش يولي صفر صفر وين تروح؟ تروح البوابانان وما انه سافر عنصر ماس في الضرب إذن سافر في ادد الشي ساوي صفر نفي التعاوي�� إذن كيف يساوي واحد رحو ال R عندما R يساوي واحد نفي الواحد شي سوا صفر معانتها R بار يساوي السفر السفر هmlzeit والان يروح؟ يروح البوابانان وهذه الجدال من فيه سافر في اي عدد يساوي الصفر نفي التعاويaros واحد إذا مشحكم تلاحظو تلاحظو بالليحالة ممنوعة إذن مقالوا 1 و 1 وش هو الاختلاف الوحيد موجود ما بين قلب رس إنجاز بوبة نور وقلب رس إنجاز بوبة نان وش هو الحالة الممنوعة هذا الحالة الممنوعة تعود كي أن تساوي الصفر مع أنها ذاكب أولوي التوقف وهذا كي أن زايد واحد تساوي واحد ذاكب أولوي التشغيل وكي نقول لكم حالة ممنوعة لازمنا نجنبوها وهنا تلميذ الأعزاء إذن كي ينزج قلبات لا تزامنة قلب رس وقلب R bar S bar في القلب R S إنجاز بوبة نور رس وقلب 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 عليهم قوكم غير سلام اشتركوا في القناة